دشن الوكيل المساعد لمحافظة شبواه لقطاع الشباب سالم الأحمدي البطولة الكروية الثانية لأندية المحافظة والتي ينظمها اتحاد كرة القدم وبإشراف من مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة ودعم ورعاية من المحافظة عوض بن الوزير ويشارك في البطولة 23 ناديا رياضيا من كافة مديريات المحافظة وعبر الوكيل الأحمدي عن سعادته بتدشين البطولة مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بمختلف المناشط الشبابية والرياضية بالمحافظة وحرصها على رعاية وتحفيز المبدعين والمبرزين فيها مشيدان بمستوى الاعداد للبطولة وتفاعل الجمهور الرياضي معها وفي مباراة الافتتاح فاز فريق راية نصاب على شباب مرخة بثلاثة أهداف مقابل هدفين